بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء العاشر من الدرس الثاني part 10 chapter 2 بعنوان drawing a curve of a given radius to touch a given straight line and a given circle سوف نشرح طريقة رسم جوس ويعمل مماس لدائرة وخط الجوس ده بيعمل تماث مع الدايرة وتماث مع الخط عندنا كمعطى هنا ال radius بتاع الجوس ده العيد ثاني عايزين نرسم جوس بيعمل ايه بيعمل تماث مع الدايرة وتماث مع الخط عندنا كمعطى ال radius بتاع الجوس ال r مثال r تساوي 30 ملي متر الجوس ده هو عبارة على جزء من دايرة هو عبارة على جزء من دايرة وحتى نرسمه لازم نجيب مكان المركز بتاع الدايرة عشان نجيب المركز بتاع الدايرة ده هناخد الفرجار ونفتحه مقدار r قلنا مثال r 30 ملي متر ونرسم الجوس بتاعنا ده وبعدها نجيب المثلث ونضعه بجانب الخط بتاعنا ونجيب المثلث الثاني ونضعه تحت المثلث الاول ثم نزيح المثلث الاول الى ان نصل للتماس مع الجوس اللي رسمنا هذي نقطة التماس وبعدها نرسم الخط بتاعنا ده ودي اول خطوة الخطوة الثانية هنجيب الفرجار ونفتحه فتحة تساوي الفتحة هنا تساوي r زايد r 1 الر قلنا هي تساوي مثال 30 ملي متر والr 1 هي نص القطر بتاع الدايرة اللي هي معطعة مثال الر 1 تساوي 20 ملي متر يعني هنجيب الفرجار ونفتحه فتحة r زايد r 1 20 او 30 زايد 20 يساوي 50 ملي متر ونرح نركز في مركز الدايرة اللي هي معطة الدايرة بتاعنا دي هي معطة ونرسم الجوس بتاعنا ده الجوس هيتقاطع مع الخط اللي رسمناه في نقطة هنا اللي هي بتمثل ايه؟ اللي هي بتمثل المركز بتاع الدايرة اللي هناخذ منه الجوس بتاعنا بعدها بعدها لازم نحدد نقطة التماس هنروح للمركز ده ونفتح الفرجار فتحة ايه؟ فتحة r دي الار بتاعنا اللي قلنا 30 ملي متر ودرسم الجوس بتاعنا اللي هو يعمل تماس مع الدايرة وتماس مع الخط ترجمة نانسي قنقر